في مشهد يعكس ظاهرة التغير المناخي في العراق تشهد مناطق ومحافظات البلاد حالة تفاوت حادة ما بين التصحر وجفاف وفيضانات وسيول في الوقت ذاته ظاهرة فاقمها الفشل الحكومي في احتواء هذا التغير الذي بات يتهدد أمن العراق المائي والغذائي فرغم الأمطار التي يشهدها العراق إلا أن نهري دجلة والفرات يعانيان من أزمة جفاف توصب بالخطيرة وبإقرار من وزارة الموارد المائية التي قالت بأن مساحة المسطحات المائية ونوعية المياه فيها انخفضت بشكل كبير نتيجة مرور العراق بأربع سنوات من شح المياه والأمطار والإيرادات المائية مضيفة أن العراق لا يسلم إلا أقل من 40% من إسعقاقه المائي الطبيعي فيما يفقد 60% من إيرادات المياه البنك الدولي قال من جانبه أن العراق ملزم باستثمار 180 مليار دولار في بناء صدود ومشاريع الريخ خلال العقدين المقبلين لتجاوز الأزمة وهو الأمر الذي يرجعه مختصون إلى سوء إدارة الحكومات المتعاقبة لملف مياه الأمطار وعدم سعيها لزيادة مناسب المسطحات وتعزيز الخزن الإستراتيجي بما يضمن تعسين نوعية المياه وإنعاشها الأهوار التغير المناخي الذي تعرض له العراق تسبب بفقدانها المسطحات المائية وأثر بشكل سلبي على الثروة السمكية وبئة الطيور المهاجرة والحيوانات كما سبب خللا في التوازن البيئي فضلا عن تأثر البحيرات والسدود وتهديدها بالخروج عن الخدمة وهو الأمر الذي ولد مشكلات إنسانية وصحية ومجتمعية دفعت العديد من السكان إلى النزوح إلى المدن بفعل التصحر رغم وجود اتفاقيات مائية ومعاهدات دولية تنظم سياسة المياه وبحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فأن العام الحالي هو الرابع على التوالي الذي يشهد في العراق موجة جفاف ليبرز التناقض هنا في بلد يشهد صيولا وجفافا في آن واحد